انا همشي معاك واحدة واحدة في الخبر ده وانت اقول لي شبه ايه خلاص انا همشي معاك دلوقتي في بيزنس اسمه بيزنس بيئ المقابر واحدة واحدة كده عشان ما لغبطش الناس اللي جوه للناس دي ماشي بورق وارقام وحاجات كده دلوقتي يا حضرات دلوقتي يا حضرات في مشكلة ان فيه بقى بيزنس بيئ المقابر حتى الاخرة حتى الاخرة بيلعبوا معاها ماشي خلنشوف كده اعلان لاعلانات المقابر كده بتدور على مقابر مسجلة ومرخصة باقل الاسعار في السوق افضل التشتيبات على الطراز الاسلامي المعينة مجانا طول الاسبوع كما يوجد لدينا مقابر شرعية بمساحات مختلفة 20 متر 22 متر 25 متر 40 متر مقابر طريق الفيوم تبعد عن نادي الرماية 20 دقيقة مقابر اكتوبر طريق الوحاد تبعد عن نادي الرماية 30 دقيقة مقابر طريق العين السخنة امام العاصمة الادارية مقابر مدينة 15 مايو خلف مصنع الاسمنت الحربي مقابر مدينة العبور مقابر طريق السويس مدخل الرحاب مقابر طريق السويس بدر الروبيكي مقابر مدينة نصر الطريق ن اي الاستلام بيتم فور التعقد وكمان جميع المقابر جاهزة للتسليم الفوري على المفتاح مرخصة من محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة واجهزة المدن الجديدة بيتم نقل الملكية فور التعقد بالاضافة الى استبدال المقابر وتشتيب المقابر باجود الخمات واقل الاسعار كما يوجد لدينا اراضي تقسيم مقابر ولدينا لحظ شرعي وايضا يوجد لدينا مقابر لغير القادرين ويوجد لدينا حراسة 24 ساعة والان مع بعض اراء العملاء ما عندكوش من المرة ميتين يعني المقبرة بالميت المقبرة بالميت تبقى بكام تخيل بيتاجروا في المقابر على فكرة ده مش شركات الخطاعة القاسوا بس لا ده في مقابر تابعة للدخلية ومقابر تابعة للجيش ما ليه ده احنا بنبهر العالم والله العظيم ينقعد منبهر ايه ده يا جدعان اعلانات عن مقابر يعني اعلانات عن شؤق نعرفة شلهات نعرفة انها اعلانات عن مقابر وبعدين في مقابر شرعية ومقابر غير شرعية او مرة اسمع اعلان كده او مرة انا خيالي ما كانش يجيب يا اخوانا والله يا اخوانا حرام عليكم جد انا خيالي ما كانش يوصل لمرحلة دي مقابر شرعية ومقابر غير شرعية الغير شرعية دي فيها ايه فيها مزيكة مثلا فيها مشروبات كحلية فيها ايه المقابر غير شرعية دي تبقى فيها ايه رقاصة وما تبقى فيها ايه طيب مقابر شرعية ومقابر تانية هدتك باين عليك ما بترتحش غير في المقابر التانية يا لئيم طب عندنا مقابر فيها دي جي اوالله الميت كده زي صباح ما صباح اتدفنت ازاي ما هو قاعد يرقصه بالنعش بتاعها عندنا فرقة عندنا فرقة ترقص دبكة تب جد والله مقابر شرعية دي فهمناها وفي مقابر تانية وعندنا مقابر صف اول ومقابر على البحر على طول دي مقابر ترد الروح هلأ هو احنا وصلين للمرحلة دي بقى بيزنس تبديع نعتبرها شركة قطاع خاص وفيه اقبال بقى يا ترى الحكاية دي ولا ايه فيه اقبال على القصة دي وبكامل متر والله يعني وقالك فيه مقابر على الطراز الاسلامي عشان انت مودك رايح فين عايز ايه فيه حاجة مودرن على فكرة ازاز في ازاز وانت شوف الميت كده ما تخشش انت تشوف الميت تشوفه كده اه وتبقى قاعد شايفه وفيه مقابر مودرن اهو فيه اهو بص اهو مقابر على الطراز الاسلامي اهو بكيات واعمدة وحاجة ومقارنصات وعريس فوق اهي بيسموها العريس اللي فوق دي ماشي اهو في حاجة جامدة عندنا كده تب عندي حاجة بقى والله لو عاصبي كنت تشغيلها لابن عمتي لما يتضرب طلقة في دماغه مقبرة يا خابة وجنبك مين لا انا عايز اشوف اللي جنبي مين بقى المقبرة دي عايز ناس يبقوا بتوعنادي الجزيرة ما تجيب ليش بقى ناس من الشعب فاحنا اهم حاجة جار في المقبرة انا مبرتعش في المقبرة دي احنا وصلين مرحة دي بجد والله يعني مرة تابوا فيها واي فاي المقابر دي ما احنا عايزين خدمة عشان نروح بقى في الحاجات دي الخمسان والحاجات دي والاربعينات نبقى معنا الموبايلات والله اي فاي شغالها ولا هتعملوها ازاي في مقابر للجيش بقى ومقابر تابعة طيب نشوف كده وزارة الداخلية اعلنت عن مقابر في العين السخنة هاتلي الاعلان من اوله كده الله يخليك عشان بس ايه يعني اهلا 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 لا اوله ايه اوله الاعلان ايه فيه سطرين طايرين كده منه يا رئيس ما احنا عايزين نشوف الاعلان ده لا ما انا عايز نشوف الاعلان ده اجدعان طيب وانا مساحة اربعين متر وبه اتنين عين ومسجد وسور وحراسة عشان ما يتلوا معا محفظوا ولا حاجة ما يتسيريش اه مدفوع مية واثناشر الف ومتبقي تمانية وتمانين الف وعلى وشك الاستلام والله ما دخلها ميت للتواصل الرقم اهو والله ما شافت ميت الشيخ اصمت اللي نبعد بيولي المقابر غير شرعية بيكون فيها عذاب القبر شغال يعني تاخدها بعذاب القبر والله العظيم دي حاجة والله يتكسف والله شافت مقبرة اهي بمية واثناشر الف رقم العين ستمائة وتسعين بقى عليها تمانية وتمائين الف بس بس حد تاني بيقول لي ان المقبرة وصلت الخمسة وتلاتين متر برمية وتسعين متاح مدفن بطريق العين السخنة بالقاهرة تابع لجهاز مشروعات وزارة الداخلية صندوق المساح 40 متر مش ديقة 40 متر شوية دي يعني ديقة ديقة والله ديقة احنا ممكن نهد الحطة اللي في النص ونفتح المطبخ على العين تخيل البزنس ده الحقيقة يعني شغال زي النور ومقابر الجيش والحاجات دي والدنيا يعني ايه شغالة على عينك يا تاجر وقابه مين اللي اشتريه تخيل تخيل مدفن مساحة 40 متر برضو بمدفن الشرطة اول طريق العين السخنة للبيع المدفن مكون من اتنين بس مش حلو التشطيب مش حلو التشطيب مش حلو التشطيب مش حلو يعني لا بيفكرك بايه بقى قصة بيزنس المقابر ده انا شغلبتلك السكريبتة هو بالارقام عشان انا اقرب لك الحكاية قوي طيب ما بيفكركش بفكرة اللبن إعلقت المقابر باللبن هيا بس صلي على النبي مش كان فيه عندنا لبن بثلاثة جنيه شح من السوق فراح دخل الجيش بقت العلبة مش عارف بقديه ايركند على جنب مش كان عندنا لحمة بقت بقدي كده الجيش دخل فيها والشرطة بقت بكذا مش كان عندنا مزارع بتعمل بيض والبيض كان الكارتونة مش عارف بقديه بعد دلوقتي بقديه فيبدو ان الجيش لأن سبوبة المقابر حلوة فقالك نخشها بس السبوبة دي عشان نخشها محتاجة نعطش السوق يعني ايه؟ يعني الناس ماتت ومسترياحة ما نقرفهم يعني ايه؟ يعني ما نهد شوية المقابر هل ده له علاقة بحملة الإزالات الممنهجة لمقابر مصر في كل المحافظات تقريباً مش بس في القاهرة ولا في مقابر الإمام الشفعي ولا السيدة نفيسة اهو أشلاء وعظام خارج القبور استغاسة من أهالي قطور بعد إزالة تجديدات المدافن مش يمكن يا أهلا هم ليه؟ عايزين نخش إحنا البزنس ده نخشه ازاي؟ قطور في محافظة الغربية ايه علاقتها بقى بالسيدة نفيسة؟ وذلك بعد قيام مجلس المدينة بإزالة أجزاء من مقابر بعض الأهالي بسبب تجديدات قام بها أصحاب المدافن حيث قام بتعلية القبور وأيقام الدور تاني دون تصريع هوب هد وطلعوا أهالي قطور في الفيديو دايبكوا اهو هات الفيديو علي إلعب الفيديو دي محطوطة حضرتك بلا سبت وشهور الجماعة جايين يهدوها حضرتك هدوا عليها جيه الدفان قال لهم يا سيدنا الجسة الترب دي فهد جسس إحنا اللي حطينها قالوا مش شوك لك انت وام طرب البتاعة حسب الله هو نعم الوكيل انا مش عيز أي حاجة مهزفت على المنظر انا طلعت انا طلعت انا طلعت فالا بصيط وانت باع الأختي باسبب للله العمي تلك موجود فيه والان يجب أولاده لا انتي انا طلعت فاول شهور شهور داني لما طب يأهاليها يبعاتك في الدنيا واصف العيرة والله العظب على ربنا اشوف العبات وانت بتعضع وتقولوا ايه عز ما يفعش لتنصور النبب مش عاد فاهم عدنه انا طلعت بفاعل الحكومة تقريباً عملت إدارة للجبانات ووسعت بيزنس الموت في مصر أو بيزنس الجبانات أو المقابر في مصر زي ما بيقول الخبر ده في العرب الجديد رواج بيزنس المقابر في مصر أرباح طائلة للشركات فالجيش اتدخل بيستفيد بنا الجيش ويعمل بيزنس وممكن يوصل سعر المقبرة المليون جنيه رواج البيزنس أهو لا فيها سبوبة فيها إرشين حلوين زارت القاهرة استفحالاً الزاهرة استفحالاً بعد أن أرسلت الحكومة مغبري تحريات أمنية على مدار 2022 لإعداد حصر الشامل بمقابر المدن والقرى ووضعت علامات على الكثير منها تحمل لفظ إزالة تجاهل الناس الكلمات لعدة أشهر فإذا بهم ينتفدون بعد تسلمهم قرارات بإزالة مقابرهم ورؤيتهم البلد الرزارات تدك مقابر رموز إسلامية وشخصيات وطنية واستفازت الحكومة أجهزة المحافظات لعرض بيع مساحات واسعة للجمهور وشركات المقاولات لإقامة مقابر حديثة بمناطق العاشم الرمضان والعبور وبدر وأخلع على طريق السخنة والقاهرة الجديدة وتلتف توسعات بطريق القهاء الفيوم ومدينة 6 أكتوبر غرب العاصمة ومدن 15 مايو وحلوان بالجنوب والمحافظات التي تملك ظهيرا صحراويا ودخلنا في بيزنس المقابر إحنا في زمن يا حضرات السعر تتراوح ما بين 100 ألف متر وعدة أفدنة سعر كان بقى؟ من مليون جنيه وترتفع إلى ما يزيد عن مليون جنيه وسط مصر الجديدة ومدينة نصر والأحواش الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر إحنا في زمن الناس فيه مش عارفين يعيشوا ولا كمان عارفين يموتوا في جمهورية السيسي الجديدة فلا نملك إلا أن نردد مع الراحل الفنان الراحل محمد شوقي في مصرحية إلا خمسة تقريبا النبي يا رب خرجنا من دار البلا بلا بلا لأنه السيسي الحقيقة مش هيسيب لكه هو قال كده مش هيسيب لكه حتة مش هيتاجر فيها أكل الشرب طرق تليفونات كل حاجة كل حاجة وبقى اللي حوالي بي بدعوله بقى يقولونه طب يا رايز دا بيزنس كذا عايزين يخشه خشه إحنا وقعنا في أصحابك عانا بجد بجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر